اكد معاليا سيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب حرص السلطة التشريعية وبالتعاون مع السلطة التنفيذية على تنفيذ الرؤى الملكية السامية التي تطمنها الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المعظم بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس باعتبارها منهاج العمل الوطني العام لصالح الوطني والمواطنين وأوضح معاليا أن الخطاب الملكي السامي يمثل خارطة طريق للمسيرة التنموية الشاملة ومرتكزا أساسيا لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة للتنمية السياسية والنمو الاقتصادية وتطوير كافة المسارات التي يسعى مجلس النواب لإنجازها وبالشراكة المثمرة والتعاون الفاعل مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأشار معاليا لأن الدعم الملكي السامي اللامحدود لعمل المجلس النيابي يشكل أمانة ومسؤولية من أجل خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الشراكة المثمرة في صنع القرار الوطني بعزيمة وطنية صادقة جاء ذلك بمناسبة تشرف معالي رئيس مجلس النواب بلقاء عاهل البلاد المعظم لرفع تقرير الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشراعي السادس معربا معالي عن بالغ الفخر والاعتزاز للنهج الملكي الحكيم في السياسة الخارجية وحرص مملكة البحرين في تعزيز العلاقات والاحترام المتبادل وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار للدول والشعوب